مال لهذه الجياد والافراس لحظات اخيرة الاستعداد انتظر اندفاع اذا لجياد وافراس الانتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تكسب متنافسة في هذا الشوط على مسافة الميل وقيمة الجازة 54 الف ريال الانطلاق تبدأ مع نجم سريات في المركز الاول الان وكامل من الخارج وايضا متوشح ثلاثي المقدمة مشاهدين الكرام نجم سريات وكامل ومتوشح في المراكز الثلاثة الاول في متابعة من الادبس في المركز الرابع على ما يبدو ايضا المتابعة من المعصرة في المركز الرابع فيما من الخارج ايضا نووية في هذه المنافسة مشاهدين الكرام التي لازال يقودها نجم سريات في المركز الاول الان وبفارق اربعة اطوال الى ثلاثة اطوال تقريبا عن بقية الاسماء الادبس قادم من الخارج اشاهد مع تراجع لكامل في الاربعمائة متر الاخيرة مشاهدين الكرام التقدم المميز لنجم سريات بشرني قادم لخطف المركز الاول على ما يبدو ومن الداخل هناك منافسة بشرني يتقدم على ما يبدو من الخارج للمركز الاول بالفعل للمركز الاول بشرني يحمل البشارة في هذا الشوط ويسجل الانتصار الاول في سجله سبقي بشرني